الحمد لله رب العالمين بينكم محرما فلا تظالم قلنا أن الظلم له عقوبة وخيمة أيها الأخوة ولذلك الظلم أنواع أولا الظلم الإنسان بمعنى أن الإنسان يشرك مع الله عز وجل أحنا ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الظلم أن تجعل لله ندًا وهو خلقك الأصل للإنسان إذا أعطاك شيء أن تعطيه وهذا ما ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة ولذلك إذا أعطاك الله أن تعطيه أما أن الله عز وجل يعطيك ثم بعد ذلك أنت تعبد غيره هذا هو الظلم بعينه ولذلك أعظم الظلم أن تجعل لله ندًا وهو خلقك ورزقك وشق سماك وبصرك ومع ذلك تعبد غيره ترجو غيره تلتج إلى غيره تستغيث بغيره وهو الذي خلقك ولا بد أن تؤدي هذه العبادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقيم الليل حتى تتفطر قدمها رد على من قال له يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هل أن تفعل لأن ترجو مغفرة الظنوب ما تقدم وتأخر قد غفرها الله لك قال أفلا أكون عبدا شكورا هذا فتح من الله عز وجل أن الإنسان يفعل ذلك شكرا لله اليوم بعض الناس لما يعطيها الله عز وجل لا يستشعر مثل هذا الأمر أن أفعل هذا شكرا لله عز وجل أصلي شكرا لله أنا الحمد لله بصحة وعافية ليس عندي مرض ولا عندي شيء حتى أضطر نفسي لأني أذهب إلى الصلاة كما قال قال صلى وصام لأمر كام يرقبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام لا حتى لو أعطاني الله عز وجل ما أعطاني أنا شكرا لله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أنا أكون عبد شكور لله ولذلك الشكر من أعظم ما يحبه الله عز وجل ولذلك أول آية في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ولذلك جعلها الله عز وجل الآية تقرأها لا تصح الصلاة إلا بها سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل هذا تبجيلا وتعظيما لله عز وجل ولذلك يقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور بلذلك ورد أن عمر رأى رجلا يقول اللهم اجعلني من عبادك الأقلين فقال ما تقصد بعبادك الأقلين قال يا عمر قال الله عز وجل وقليل من عباده الشكور قليل من عباد الله عز وجل الذي يشكر النعمة ولذلك الله عز وجل يريدك أن تشكر النعمة حتى على مفاصلك مفاصل جسمك هذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة يعني على كل مفصل على كل سلامة صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف صدقاني وعلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طبعا شنو ركاتي الضوحة التي هي بعد الفجر بعد ما يكون طلوع الفجر تقريبا بربع ساعة إلى قبيل الظهر بربع ساعة يسميها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها شكرا لله عز وجل هذه تفعلها شكرا لله على المفاصل جسمك مفاصل جسمك 360 حسن فأنت تفعل ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على بلا نبيه بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة قلنا بأن الإنسان لا بد أن يعرف هذا المعنى من المعاني العظيمة وهي أن هذا الأمر الذي تفعله شكرا لله عز وجل سوف يعود عليك أعبد الله عز وجل شكرا أعبد الله سبحانه وتعالى شكرا اعملوا ألا داود شكرا وقليلهم من عباده الشكور اعملوا ألا داود شكرا وقليلهم من عباده الشكور ولذلك الشكر ليش حتى لا تقع في مقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الظلم أن تجعل الله ندا وخلقه بعض الناس أيها الإخوة ما يفهم قضية الشكر الشكر ورد في الحديث أن من أكل أكلة فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدأ من ذنبه شوف الله عز وجلش كتر يحب الشكر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلمتان خفيفتان على اللسان اللي ختم بهم الإمام البخاري صحيحه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان لاحظ حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العالم شوف الحمد حمد الله عز وجل شكر الله عز وجل لم أعطاك وأنام عليك هذا من نعم الله عز وجل عليك وذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم لأحدى زوجاته كانت تذكر الله سبحانه وتعالى ان بعد صلاة الفجر حتى منقصف الضحى يعني مثلا نقول ثلاث أربع ساعات تذكر الله عز وجل مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها رجع قال وما أما زلت على ما كنتي عليه منذ تركتك قالت نعم يا رسول الله أنا أذكر الله عز وجل كلها الوقت هذا شكرا لله سبحانه وتعالى فقال لو قلت ألا إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعدل ما قلت قالت وما قلت قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة أرشه ومدادة كلماته قلتها ثلاث مرات فهذا الأمر يعدل ما يذكرها الإنسان بثلاث ساعات ليش؟ لأن فيها شكر وحمد لله عز وجل الله عز وجل ترى يحب الحمد ولذلك من المشروع أن الإنسان لم يجد أن يدعو الله عز وجل يبجل الله سبحانه وتعالى ذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالكي يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال أهدين الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لاحظ فليش؟ لأنك أنت بدأت في الحمد لله بدأت في أنك تحمد الله سبحانه وتعالى وذلك أعظم شيء ترى حمد الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال ترى المخلوقات كلها تسترزق بسبحان الله بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم كل شيء يسبح بحمد الله يحمد الله عز وجل وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء مهما أن العطيط العطيط لما يكون الأغراض مثلا بعضها على باب فيستير مثل صوت هذا العطيط يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعد ما بين موضع شبر إلا ملك ساجد لله عز وجل أو راكة أو راكة لله عز وجل أو ساجد تخيل السماء كم وسائتها ها هذه السماء كم سائتها كم فيها من موضع شبر وفيها ملك ساجد لله هذه السماء الأولى الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة كم فيها من مليارات الملائكة فلابد الإنسان أن يستشعر إذا حمد الله عز وجل ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر